سَعَالُ هَلُمُّ إِلَيْنَا الضَّفُّ وَعَمُّ يَزِيدَ إذاً أحبائي لما تسجلوا لازم شوية على الصبر لأنها تسجيلات كثيرة مرحبا بكم رايح يرن الهاتف في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي يجيبنا البريد على الأطفال اللي يرسلونا عبر موقع الأنترنت بالضغط على زرار أراء وملاحظات إذاً نرحبوا معي بسهيب تعالى 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 وش راجه ساهيب؟ نبس؟ نبس وش بتعالى اليوم وتزيل؟ البريد البريد برافو 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 إذاً سُهيب خليحنا ببريد في علبة البريد باش عم و يزيدن بعد راح يقرع وأنتم كذلك تقدروا تراستونا باش نقرعوا البريد متاعكم عبر موقع الأنترنت أعمى يزيد .com احبائي مع السلامة مع السلامة سهيب شكرا شكرا إذن أحبائي كما قلت لكم في هذه الفترة هذه يوم 15 أكتوبر يصادف يوم عالمي مهم جدا هو اليوم العالمي لغسل الأيدي تنمو غسل الأيدي يوم مهم جدا وعمل مهم الأمم المتحدة مع المنظمة العالمية للصحة داروا له يوم عالمي إذن غسل الأيدي مهم جدا يا أحبائي يا أخي نغسلوا أيدينا بعد اللاعب بعد الأكل لما نرجعوا من المدرسة لما ندخلوا البيت كنوضوا الصباح يا أخي غسل الأيدي مهم جدا عدة مرات في اليوم وكذلك يوم 17 أكتوبر هو اليوم العالمي لرفض البؤس سيرجوغني انترسيونال كونتخ لاميزيغ أبركم يا أحبائي في العالم كالناس محتاجين كالناس بؤساء لذن توقفوا في هذه اليوم باش نحربوا هذه الظاهرة باش العالم كامل يعيش مرتاح لغز اليوم يقول تحبوا لها الغاز؟ نعم ما هو الشيء الذي إذا أردت استعماله ترميه؟ وش هو الشيء اللي كنت جي تستعمله ترميه؟ فكروا لغاية نهاية الحسان تمو أصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويازيد بونت كوم بهذا الطريق إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد بونت كوم تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي باردك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذا فكروا في الجواب عن اللغز لغاية نهاية الحسان تمو الأصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا عبر شاشة التلفزيون اليوم راح نتعرفوا على شخصية مهمة عالم مسلم مع لينا هذا العالم هو ابن النفيس إذا تفضلي لينا تصفيقة تصفيقة على لينا تفضلي تفضلي لينا تصفيقة تصفيقة على لينا مساء الخير يا أطفال اليوم سنتحدث عن العالم ابن النفيس ابن النفيس له إنجازات مهمة وعظيمة في تاريخنا الإسلامي إذ يعتبر ابن النفيس نموذج متميزا للعالم المسلمي الذي يلتزم بالمنهج العلمي الصحيح في أبحاثه النظرية وتجاربه العلمية وقد ساهم ابن النفيس بدقتيم اكتشافات كان لها دور كبير في تطوير البشرية وهذا دليل على إبداع العلماء المسلمين في العلوم التي أخذوها عن غيرهم من العلماء وعند الحديث عن ابن النفيس لابد لنا من التأكيد على أنه مكتشف الدورة الدموية الصغرى كان من العلماء المسلمين المهمين والبارعين في عدة مجالات فقد كان عالماً وطبيباً ومؤلفاً وهو أيضاً من الفقهاء المشهورين إضافة إلى كونه عالماً في وظائف الأعضاء في الجسم ويد بن النفيس في بلد القرشي في دمشق عام 1210 ميلادي درس بن النفيس الطب في دمشق حيث أصبح طبيباً مهماً له منهجه الخاص في التشريح والعلاجي انتقل ابن النفيس إلى مصر وعمل طبيباً في المستشفى الناصري ويعتبر ابن النفيس عميد أطباء مستشفى الناصري وقد كان الطبيب الخاص للظاهر بيبرس جمع ابن النفيس بين مختلف العلوم بشكل منزج من ومتوازن شبه ابن النفيس بأنه موسوعة علمية متحركة يعتمد ابن النفيس في طريقة علاجه على تنظيم الغذاء للمرضى أكثر من اعتماده على الأدوية والعقاقير وبقي في مصر حتى وفاته عام 1188 ميلادي حيث كان يبلغ من العمر 80 عاماً شكراً لنا شكراً إذن أحبائي ابن النفيس عالم من علماء الإسلام وطبيب ومكتشف لعدة أشياء إذن نعتز به ونعتزه بكامل العلماء علمائنا بفضلهم العالم في كل مرة وفي تطور والاكتشافات هذه مهمة جداً في حياتنا كل منها بقبلاء اليوم العالمي لغسل أيدي لذا عم يزيد لكم مفاجأة اليوم هي أغنية النظافة نقول فيها نظف مكانك من دانسي وحفظ جمال الملبسي نظف وطهر بقلب مخلص إذن تغنوا كامل معي النظافة يلا يا أطفال موسيقى نظف مكانك من دانسي وحفظ جمال الملبسي طهر بقلب مخلصي اسعى إلى أجمل حياة نظف مكانك من دانسي وحفظ جمال الملبسي طهر بقلب مخلصي اسعى إلى أجمل حياة موسيقى نظف مكانك من وسخي واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكثير تلقى من الله رضا نظف مكانك من وسخي واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكثير تلقى من الله رضا تلقى من الله رضا موسيقى نظف مكانك من دانسي وحفظ جمال الملبسي طهر بقلب مخلصي اسعى إلى أجمل حياة أجمل طهارة نفسك تمضي في داء المدرسة كما تكون في بيتك كن في هراعي مخلصة أجمل طهارة نفسك تمضي في داء المدرسة كما تكون في بيتك كن في هراعي مخلصة كن في هراعي مخلصة أطفل مكانك من جلس وحفظ جمالا من بس طهر بقلب مخلصة اسعى إلى أجل الحياة امترضى للبيت الجمال ارضاه للجار القريب اسرف على الجار الأذى الله أوصى والحبيب امترضى للبيت الجمال ارضاه للجار القريب اسرف على الجار الأذى الله أوصى والحبيب الله أوصى والحبيب نظف مكانك من جلس وحفظ جمالا من بس طهر بقلب مخلصة اسعى إلى أجل الحياة نظف مكانك من وسخي واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكفير تلقى من الله الرضا نظف مكانك من وسخي واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكفير تلقى من الله الرضا تلقى من الله الرضا نظف مكانك من جلس وحفظ جمالا من بس طهر بقلب مخلصة اسعى إلى أجل الحياة برافو 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 إذن النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان إذن أحبائي واشرعيكم نروحوا لألعاب الخفى مع عمو موراد لجنة من مدينة البليدة يلا عمو موراد تفضل 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 ترجمة نانسي قنقر 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 يكون يبكي المخ يعطي للجسم أمر أنه يفرز مواد مسكنة للألم إذن جميل جميل تعلمنا معلومة جديدة اليوم أحبائي تحبوا الحكايات يلا عم يزيد رح يحكي لكم حكاية أجمل حي يلا معنا أحبائي الأطفال اليوم رح نحكي لكم حكاية أجمل حي بما أننا في اليوم العالمي يغسل الأيدي ونتكلمه عن نظافة وغنية النظافة وكامل مدبيا نتكلمه على هذه الحكاية التي هي أجمل حي وحد النهار كان واحد الطفل اسمه أيمن خرج من المدرسة ويمشي مع صاحبه ياسر يمشي ويمشي في الطريقة هكذا وبعد يحبسوا في أحد البلاسة يحبوا يلعبون الكرة معسبوها معمرة بالقمامة عن الناس ترمي ترمي هكذا كذب الوينجا يحبوا يلعبون الكرة يحبسوا في هذا المكان تحت واحد الشجرة سابوهم ماليء بالقمامة نصر يزبل لي جوز يرمي لي يعني شيء مؤسف 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 بعد قلوا يا صديقي قالوا وش هذا قالوا بصح مولفين اللعبوا هنا مولفوا كانت الحالة مليحة هنا مخترة وكامل مكانش لقمامة قالوا شف قالوا وش تقولوا كان ديروا فكرة قالوا هاد البلاسة هذي كانت مليحة بكري قالوا علش من روحوش نشوفوا مع الحومة الحي شوفوا معقاع الأطفال يجوا يساعدونا في يوم ديروا تطوع وننقيوا هذي البلاسة كامل عدوا اللعبوا فيها ونزرعوا فيها الحشي شو تصبح خضراء وكامل ايه قالوا فكرة مليحة قالوا تعاوني اه قالوا لا لا أنا نروح أنا نروح نلعب أنا ما نجيش معك راح أيمن راح تفهم معقاع السكان داخل الحي قالوا ايه فهي مبادرة مليحة وكامل غد وصبح نتلقاوا بالجمعة نقيوا وقاع هذيك الحي في الليل تخلي الدار نهدر مع بابا قالوا يا بابا فوالا كنت مع أيمن وكادا وخزنا وقال له وكان غير يجي تعاوني ونقول له لا لا نروح نلعب قالوا لا لا يا ابني قالوا هذه مبادرة حسنة يجب تشجيعها وهذا الحي هذا ديالنا كامل لازم كامل نساهمه مع أيمن ونعاونه ايه قالوا صح بابا ودوم نداكل جي مع الصباح راح ياسر طلب السماح من أيمن قالوا سامحني واني هدرت مع بابا وفهمني باللي لازم كامل كامل نتعاونه هنا كما كان الحال تعاونوا كامل أصحاب الحي هذيك ونقاوه وارجع جميل 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 والأحياء الأخرى سمعت بهذاك الحي وعدوا يتعندوا في مبيناتهم إذن أصبحت الأحياء كلها نقي وتغرسوا كامل حتى داروا مسابقة أجمل حي خرجوا هكذا دذلوا لجنة وعطاو تكريم لهذاك الحي تأيمن قالوا له بني أنت أجمل حي في هذه المنطقة هذه كلها تنشوفوا كيفاش النظافة تؤدي إلى أجمل حياة عمو يا زيد عمو يا زيد استخدرسوا من حكايتها اليوم أن النظافة من الإيمان والأوساخ من الشيطان برافو 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 إذن أحبائي النظافة من الإيمان الإنسان لازم ينظف مكانه ما لازمش تقول بالنس رهي ترمي هنا أنا تاني نرمي لا لا واحد يرمي انت ما ترميش كل إنسان مسؤول إلا على نفسه ما لازمش هذاك الإنسان بلك ما زال ما موش ناضرش برك من بعد رح يندمه كامل ما انت ما تعندوش إذا كان يرمي ما تقولش إيه الحلقة على يموس خان رمو قاع لا لا انت مسؤول على الأفعال انتعك وربي سبحانه يحسبك على أفعالك فقط إذن كل واحد فينا لازم يكون متخلق يكون متربي ما يرفعش صوته ما يدوش مع الناس يكون العفو وكذلك ما يرميش الأوساخ يا أحبائي هذا وعد يالله معي إذن أحبائي النظافة من الإيمان لازم الإنسان ينظف مكانه وينظف جسمه وينظف نفسه يا أخي أحبائي إذن شكولي عنده نقطة يحكيها العمو يزيد تعالي بنتي أروحي 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 وين شكنا لينا في الحراش في الحراش حال في عمرك ناشن سنو قرأي مليح الله يبارك الله يبارك أحكي من النقطة تعك بنتي قال لك واحد الوحدة أصباح عيد للافوليس قال لهم الحلاء يمخلطوك يزوج ميتين قال للافوليس وراهم قلنا نجو قال لهم في أمبيسي أكشن آه في تليفيزيون برافو برافو تعال 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 أوقعد أولادي واسمك مصعب مصعب الله يبارك حال كاملك مصعب 9 سنين وين تسكن في ود Night ود Puled Clark ولاية البليدة إيه الله يبارك الله يبارك حكيّ لن نقطة تعك بليدة قل لك واحد واسمه واسمك وواحد واسمه عقلك راحوا يدورو عقلك جع راحوا يشيك ودا وما تكيتك جهل واسمك وحد الرجل قل له واسمك قل له واسمك قل له واسمك قل له واسمك قل له وره عقلك قل له ورا راحوا velocity عق żeby وبعد كيت كي راحوا الجماع وكي جو حي عاودي ولو صابوا بلغة ما عرفوش تعمل دوها ما كيت جاليهم واحد اسمه تحا قيل لهم اطولي بلغتي ولن دي كيمة درجة دي خافوا اطولي بلغته ما كيت قيل لوش درجة دك قيل لهم راح بلحفة برابو 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 شكولي عندنا نقطة جميلة برابو ريدي يا برابو تعال 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 ما يا صافت لك موعد موعد ما حال في عمرك موعد موعد ثمانية ثمانية يوم ثمانية ونسكن. فادل عليك. فادل عليك. ولاية البليدة. تحياتنا تحياتنا. تحكي لي النقطة عك. قال لك واحد الولاد. دايماً يروح يشي مع بابه. واحد اليوم كي راحوا يشرو. صابوا كل الزج. كي كانوا جايين. فادوا على مدرسة. تاقتها كانت مفتوحة. الأب اسمع. اسمع الأستاذ يقول تلميذ. يقول له خمسة زائد خمسة شعال. قالوا تلميذ حداش. قال الأب قالوا لي دو. قالوا حتى الحساب والزات. أحبائي. وصلنا دركاء الركن نحبه بزاف. وركن الرسائل. بوبي. شوفنا الرسائل تا أصدقائنا الأطفال. وأنتما يا أحبائي الأطفال. إذا أحبتوا ترسولنا. باش نقرأوا الرسائل تعكم. هنا مع لكم إذا توجهوا الموقع الإنترنت. عموية زيتمون كوم. بالضغط على زرار آراء وملاحظات. ورح نقرأوا الرسائل تعكم. شكراً شكراً بوبي. تحية تحية البوبي تحية. تحية. أول رسالة. سمون زين الدين. 14 سنة. من مدينة باريكة. وإلى يتبتنا الله يبارك. قالك أتمنى أن تزوروا ناس باريكة. ليحبوكم بزاف بزاف. وأتمنى لكم النجاح. إذا زين الدين سمون من باريكة. 14 سنة. نحبوك. نحبوك. وإن شاء الله بربي. نزوركم في أقرب فرصة مدى بنا. نروحوا لقاء الجزائر. الرسالة الموالية. من دروعة كاميليا. عشر سنوات. من مدينة بوسماعيل. من تيبازا. قتلك أنا كاميليا. عمري عشر سنوات من الجزائر العاصمة بوسماعيل. أقول لك هذه العبارة من أعماق قلبي. أنت موهبة كبيرة. ولقد شاركت في حصتك. والآن. أنتظر اتصالك للمرة الثانية. وشكرا لعم يزيد وقناة شوروك تيفي. كاميليا بنتي بن دروعة. إن شاء الله. نعود نتصل بك وتعاودي تشرفين ابنتي. وهذه الرسالة أعتز بها. شكرا 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 شكرا. ديناري نعمة الله. ودعاء هدو زوج خوتت. دعاء ثم السنوات. ونعمة الله سبع سنوات. هدو مسيدي خطاب. مدينة سيدي خطاب ولاية غير زان. لكن حبك عم ويزيد. ونريد المشاركة في حصتك. شكرا إذا دعاء ونعمة الله ديناري. سنتصل بكم من سيدي خطاب. وسلامنا لكل ناس. سيدي خطاب. الرسالة الموالية. فرحة نسرين. 13 سنة. من مدينة الجزائر العاصمة. بالقبة. قتلك الحصة رائعة وممتعة. وتدخيفية للكبار والصغار. متميزة بألعاب الخفة. وشكرا عم ويزيد. على كل ما فعلته من أجلنا. وشكرا جزيلا. إذا ابنتي الله يخليك. الله يخليك مرحبا بك. الرسالة الموالية. جلال أمين. 14 سنة. مدينة المدية. قالك أنا أحب برنامج عم ويزيد. وأتمنى له النجاح. طول مسيرته. ولكن أفضل أن تخصصوا لنا حلقات أخرى. إذا إن شاء الله يا ابني. أمين جلال. من مدية. إن شاء الله يكونوا حساس أخرى. مثل أولادنا تحت جنحنا. وعم ويزيد شول حفلت لكم تشوفوا فيهم وكامل. إذا مع لكم إلا ترسلونا عبر مقاينتنا. عم ويزيد.com أرجعنا أدركها. لحقنا أدركها. للجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي إذا أردت استعماله رميته. رميته رميته. تعالي بنتي. أرواحي. تعالي. واسمك؟ حمدود مالك. حمدود مالك. وين تسكني مالك؟ في الحراش. في الحراش. خيار نشطرة في دراسة. نعم. وش هو هاد شيء؟ الكيس. لا لا مشي الكيس. مشي الكيس. تعالا. 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 أرواح. ما اسمك؟ مصعب. مصعب. وش هو الجواب؟ الكرة. الكرة. الكرة لا لا. مشي الكرة. مشي الكرة. تعالا. صاشت عني فييات. لا 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 لا. لا لا لا. لي الله. كười يعرف؟ تعالا. واسمك ليس وش هو الجواب زلميت لا 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 حاجة كي ترميها كي تحب تستعملها ترميها شكور تعالى تعالى أروح أروح عاو دعطينا الجواب بتاعك مفرقاءات وش هو مفرقاءات لا 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 حاجة كي تحب تستعملها ترميها وش هي لا 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 وش هي لا لا وش هي ما كيش بعيدة أوكي تعالى بنتي تعالى 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 واسمك بنتي انصف انصف وين تسكني انصف في ولاية في واد العلايك واد العلايك وولاية بليدة شحن في عمرك حدث نشانة تقرأي مليح نعم وش هو هات الشيء آآ الشبكة شبكة عوش تاسيادة شبكة الصيد وارا تعالى بنتي تعالى تعالى شبكة الصيد تصفيق عليها تصفيق عليها أعطيه الهدية تحا أعطيه الهدية تحا إذن بنتي شركة شيبس مهبول تهديك هذه الهدية على شترتك الله يبارك إذن شبكة الصيد لما تحب تستعملها ترميها في البحر أحبائي في كل مرة نصطدفه طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده اليوم معنا دحماني معاد تسع سنوات تلتحق بيا معاد تعالى تعالى معاد تعالى إذن معاد راح نغنوله عيد ميلادك أحلى عيد تلتحقوا بيا وأصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتود يالو وحنا نغنوله تعالوا يارا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبنك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من خلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي نمية سنة وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي نمية سنة وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا بس هذا مراح غني نفرح ونعشوا أحلى الأوقات بس هذا مراح غني نفرح ونعشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها ليلة حلوة يا محلاها بس مكنتا زيبناها ليلة حلوة يا محلاها بابا ما يدعولوه وصحابو يبردولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن معاد عمو يزيد يشعلك الشمعة وديروا معنا العد التنازلي لمعاد تسعة سبعة ستة خمسة أشبعة تحتة 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 برافو 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 إذن معاد 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 عمو يزيد يحديك هذه الشهادة هذه هي شهادة إنجاح تصوير حسة معمو يزيد وانتم كامل يا أطفال غير تخرجوا كل واحد يأخذ شهادة باسمه أعطيه الهديته إذن معاد زيت فضلك معاد بما أنك رسلتنا بخمس قاسمات من علاب حليب رامي على العنوان صندوق بريد 42 ألف استوالي العاصمة رامي رعي البرنامج كما وعدناك يهديلك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفاد بها أحبائي وأنا مبقى لي إلا نقول لكم بخوة الأخير سنونا في نفس التوقيت على قناتكم الشروق تيفي نحبوكم يا أطفال السلام لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم احببتونا سنعودا وننتظرونا في موعيد جديد ما عمه يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم احببتونا سنعودو فنتظرونا في موعيد جديد عمو يزيد 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 ونشكره اللي وراس جيت نحكي حكايتي قصة حب بطات وشان في قلوب عشاقي أرضي بلاد المدفع والبارود أهلي سحاب الشهامة والجود أنا الشاوية أنا اللي شاركت بس جبن الحرية رشيدكم بعبق الياسمين طمع تنشل من الذاكرة المنسية اسمعوا وفهموا يا رحبا